الآن كلمة السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري نالينا كاترينا أيمن توجه بشكر لنالينا والحكومة الألمانية لعقد هذا الاجتماع الهام في هذا التوقيت الحساس وننا نجتمع اليوم في برلين في إطار مجموعة ميونيخ وذلك للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك التحديات التي تعوق سبل إحلال السلام وأحياء العملية السلمية وإنهاء التصاعد الجاري في معدلات القتل والعنف بحق الفلسطينيين وتوالي جولات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية التي تشهد أحد فصولها حاليا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ومدن الضفة وكذلك ما تشهده القدس الشرقية من اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسليمية والمسيحية ومنها المسجد الأقصى وهو ما ينظر بتدهور خطير يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونيخ العمل وبشكل استباقي على احتوائه بل ووقفه قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها إن اجتماع اليوم يعكس الأولوية التي نوليها للقضية الفلسطينية رغم ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات سياسية واقتصادية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العديد من الأزمات الأخرى ومنها أزمة السودان ولكن أيضا في القرارة الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية والتي ألقت بتبعات شديدة الوطأ على كافة دول العالم لقد تحمل الشعب الفلسطيني لظلم تاريخي على مدار العقود الماضية لأننا نطالب المجتمع الدولي الذي يفع على عاطقه أيضا مسؤولية سياسية وقانونية وإنسانية فيما قالت إليه الأوضاع الشعب الفلسطيني بأن يبدي ذات الحماسة والتصميم لمعالجة تلك القضية العادلة كما أبداها بالنسبة للأزمات القائمة الأخرى ولعلهم من المناسبة اليوم أن أكرر إدانة مصر للعمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في خطاع غزة والتي أدت إلى الاستشهاد أطفال ونساء وأنه أكد أن استمرار هذا السلوك إنما يهدد الأمن الإقليمي ويطيح بأمال التعايش والاستقرار في المنطقة ويقود إلى ردود فعل من التصعيد والدوائر المفرغة من العنف المتبادل لقد مثل اجتماع مجموعة ميونيخ فرصة لاستعراض الجهود التي بزلت خلال الفترة الماضية لتهدئة التوتر العسكري والميداني في الأراضي الفلسطينية وسبل العمل على تقريب وجهة النظر وفتح حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي كان أخرها الجهود التي بزلت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ لذين جمع كل من فلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ عدة سنوات وأؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بخطاع غزة سواء مع طرفها النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية هذا ورغم ما نبزله من جهود مدنية إلا أن تلك الجهود ما زالت لم تؤتي في مراها ونتائجها المرجوة وعلى دوق ما سبق فإنني أدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والرعية لعملية السلام للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة والعمل بشكل جاب على وقف الإجراءات الإحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين إن مصر ورغم كافة العقبات والانتكاسات التي وجهت الجهود المدنية ورغم كل ما نشهده تشهده المنطقة من تغيرات في الأحداث والمواقف ما زالت على موقفها القائم على ثوابت لا تقبل التغيير متمثلة بأنه لا حل لهذه القضية سوى من خلال الطرق السلمية الهدفة لإنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم والتحدة ذات الصلة وتؤكد أننا نستمر في بزل قصاري جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التواصل المباشر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي سياق عملنا العربي والدولي المشترك شكرا شكرا شكرا